قال الممثل الصيني أن أفريقيا قارة صاعدة وأرض خصبة للأمل مفعمة بالحيوية والنشاط وبدون السلام والتنمية في أفريقيا لن يكون هناك استقرار وازدهار في العالم وفي ظل الظروف الحالية يحتاج مجلس الأمن إلى التفكير بجدية في أسئلة تتعلق بكيفية تعزيز التنسيق الدولي لمساعدة أفريقيا بشكل أفضل على مواجهة تحدياتها وكيفية إقامة تضافر بين سياسات التنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات وأعرم الجانب الصيني عن دعمه لأفريقيا لأخذي زمام المبادرة في شؤون السلام والأمن الخاصة بها ودعم بناء القدرات الأمنية للبلدان الأفريقية ودعم التنمية المستدامة في أفريقيا ودعم الجهود الأفريقية المشتركة لتحسين الذات تعد أميليات حفظ السلام لإبتحاد الإفريقية ممارسة مفيدة للأفريق لحل المشاكل الإفريقية بالطريقة الإفريقية ويجب تزويدهم بالطمانات موارد مارينة ومستدامة ويمكن تنبو بها تدعم سين بقوة مشاركة الإفريقية المتأمكة في مجموعة العشرين وبركس وآليات أخرى وتدعم بقوة إفريقيا في لعب طور أكبر في الحكمة العالمية والشؤون الطولية قال الجانب الصيني أن الصين وإفريقيا تتقاسمان المصاعب منذ فترة طويلة وأن الصين تضع إفريقيا دائماً كأولوية دبلوماسية وتعتبر السلام والأمن في إفريقيا أولوية قصوى في أعمال مجلس الأمن والصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للالتزام بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام ومساعدة إفريقيا على أسكات البنادق وحماية مصدر الأمل في العالم والبناء المشترك لمجتمع مصير مشترك للبشرية ترجمة نانسي قنقر